قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة سمعان حلقة خاصة ومميزة بعنوان الوئام الديني رسالة ونهج وقد استضاف البرنامج في الستوديو الأبنبي الحداد وشيخ حمدي مراد من مركز التعايش الديني حيث تحدث الضيفان عن معنى الوئام الذي يجعل الناس جميعاً يعيشون بأمان في حياتهم مشيدين بحالة الانسجام المتميزة التي يعيشها المجتمع الأردني بكل أطيافه فإلى هناك اعتمد أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي اقترحه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في الأمم المتحدة عام 2010 والهدف لتعزيز السلام الثقافي ونبد العنف وتبنت الجمعية العامة ذلك الاقتراح فاعتمدته في قرارها 65 على 5 معلنة الاحتفال بالأسبوع الأول من شهر شباط فبراير في قرارها بوصفه أسبوعاً عالمياً للوئام بين الأديان ودعت الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني إلى الاحتفاء به بمختلف البرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز غيات ذلك الهدف وأشارت الجمعية العامة في قرارها إلى أن التفاهم المتبادل والحوار بين أتباع الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم واعترافاً منها بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف أتباع الأديان ولتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعاون بين الناس تشجع الجمعية العامة جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الانسجام والوئام من خلال كنائس ومساجد ومعابد العالم وغيرها من أماكن العبادة على أساس طوعي ووفقاً للقناعات والتقاليد الدينية الخاصة بهم فأبونا هذه المقدمة لأنه نسألك السؤال أنت وسمعت الشيخ بشكل مختصر يعني الفكرة من وراء مشروع القرار هذا واللي أطلقوا جلالة الملك في الجمعية العمومية وتحديداً في 23 أيلول 2010 ندعو لرب الأكوان لإله السلام أن يعمل السلام والحب والوئام بين كل شعوب الأرض وبين الناس وفي مجتمعنا واليوم الثامن من شباط إحنا لم نودع أسبوع العالمي للوئام بين الأديان مع أنه أسبوع لم نودعه بل أنا أرى دوماً في الثامن من شباط هو محطة بدنا نكتنز كل ما تعلمناه في هذا الأسبوع حتى نعيشه على مدار العام لأن الوئام ليس أسبوعاً في السنة ولكنه كما قلنا هو رسالة وهو نهج أسلوب حياة لهذا نحن أخي سماحة الدكتور حمدي وأنا نأتي إلى هنا لأننا نؤمن أن هذا المنبر الكريم هذا منبر يخاطب الناس ويوصل رسالة نحن نتحدث عن أسبوع العالمي للوئام هذه مبادرة قلنا عنها دوماً أنها ولدت في الأردن صنعة في الأردن هذا الأسبوع ولكن قدم هذا المنتج إلى الأمم المتحدة واقترح صاحب المبادرة جلالة الملك ملك الوئام اقترح على الأمم المتحدة وقبلته هذه الأمم المتحدة من وين إجا؟ هذه المبادرة الثالثة الهاشمية الثالثة فاتحة المبادرات الهاشمية هي رسالة عمام نعم التي صدرت عام 2004 نعم قبل 2004 إيش صار؟ 2001 فوجئ العالم بانفجار انفجار فكري وإنساني وأمني وإرهابي هذا الانفجار اللي رأينا في نيويورك في الولايات المتحدة واللي اسمي سمي الحادي عشر من سبتمبر صار تاريخ قبل وما بعد هدى على السبتمبر الأردن حريص دوماً الأردن يؤمن برسالة برسالة الوئام بمفهوم الوئام بقيمة الوئام والأردن أخذ هذا الدور لأنه أول ضحية للإرهاب لم تكن أميركا أول ضحية للإرهاب كان هذا الأردن اختطفت طائرات فجرت طائرات صرنا إحنا بالأردن انحارب هذا الإرهاب عندما كان أسبابه وألوانه وأشكاله مختلفة تحول الإرهاب وأخذ شكل ديني بالألفين وواحد هدى على سبتمبر ووضع الإسلام في جهة ووضع الغرب في جهة أخرى كان على أهل هذه المنطقة العرب المسلمين المسيحيين وبالذات إحنا المسيحيين المشرقيين كان علينا دور أن نوضح صورة أنه مش كل الغرب غلط ولا كل المسلمين غلط ولكن ينبغي أن نعمل جنبا إلى جنب فجاءت رسالة عمان بعد ثلاث سنوات من هذه الحادثة اللي هي وثيقة تقدم الإسلام الآخرين وتدعو باعتدال ووسطية إلى نبذ كل أشكال الإرهاب وترفضه نحن في القرن الحادي والعشرين كما تفضل الحبيب والتوأم أخي الأب نبيل الحداد ونحن أمام هذا العنوان وهذه الشاشة المباركة من خالقنا وربنا الله سبحانه وتعالى نقول في هذا اليوم من نهايات هذا الأسبوع التي عانقته الأمم المتحدة بشغف شغف لما سمعت نداء يخاطب كل إنسان وألغت كل الحواجز وفتحت كل الأبواب منطلقة من عمان ومن لسان قائد هذا الوطن الهاشمي العربي الذي يؤمن بهذا الإسلام على حقيقته أنه رحمة للعالمين وأن القلوب والأرواح تسمو بلقاء كل أخ في هذا الكون مسلماً مسيحياً كتابياً حيث كان ومن يعتقد بما يعتقد وكيف يعتقد وكيف يترجم هذا الاعتقاد ما دام لا يمس دم أخيه هذا الإنسان وكرامة أخيه هذا الإنسان وبعيداً عن أي كراهية أو عنصرية أو تنازع يشكل عنفاً الله ما أراده للإنسان إلا حباً مهما كانت علاقة هذا الإنسان في البعد العقدي فإنما يأتي البعد الإنسان ليقول أنت إنسان وأنا إنسان فقد تساوينا في إنسانيته في بعد الاعتقاد لنا حرية ذلك وربنا قال في القرآن الكريم لا إكراه في الدين في المعتقد ما في إكراه لأن المعتقد هو نتاج ما يحرك القلب هذا الإنسان جوارحه في معتقد ما دامت ببعد السلام حيث كانت هذه المعتقدات دون أن ندخل في تقييمها ولا الحكم عليها إلا من خلال مخرجاتها إذا كانت تقوم على المحبة وحب الإنسان لأخيه الإنسان فنعانقها حيث كان امتداد هذه الروح في أبعاد كينونتها العقدية وترجمان ذلك في سلوكها التعبدي إلا إنعكاس ذلك على العلاقة مع الإنسان أنا انطلقت من المسجد ما رأني أحد كيف صليت وكيف ركعت وكيف سجدت وماذا دعوت وكذلك أخي الأب نبيل في كنيسته صلى وتوجه إلى الله ودعا إلى آخره وذلك الذي زوى في زاوية ومثلا تعاليم مقدس عنده مارسها حيث كانت كيف كانت إذا خرجنا كلنا من مساجدنا ومعابدنا وكنائسنا والتقينا على روح المحبة فقد أنتجت هذه المعتقدات ما أراد الله لهذه الأسرة الإنسانية أن تكون عليه من محبة ووئام ولقاء وسلام وحينئذ يعني تتحقق الرسالة الأصل وإن تفرعت في أساليب عطائها لأعني اعتقادها ولكن توحدت في عطائها نحو حب الإنسان لأخيه الإنسان